الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ثم أما بعد هل يقع الطلاق المعلق على شرط؟ يعني مثلا قال زوجته لو رحت عند بيت أهلك تبقى طالق لو كلمتي أختك تبقى طالق لو خرجتي من البيت تبقى طالق هل يقع الطلاق في هذه الحالة المعلق على شرط؟ والله الأئمة الأربعة رضي الله رحمهم الله بوقع بوقوع الشرط قال لو رحت عند أهلك أنت طالق راحت يبقى طالق قال لها بس ما تعملش حاجة فلانية وعملت طالق درى الأئمة الأربعة الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف ابن تيمية طي والله وصرى بقول لا هنرجع لنيته أنت لما قلت لها ما تروحش عند بيت أهلك لو رحت عند بيت أهلك تبقى طالق أو لو عانت لحاجة فلانية تبقى طالق أو لو كلمت الشخص الفلاني تبقى طالق قال نرجع لنيته هل كانت نية تهديد أو نية طالق؟ قال لو نيته طلاق يقع الطلاق لو نيته تهديد فيكفر كفرة يمي طيب هنا المعمول بي في مصر بيقضوا برأي ابن تيمية رحمة الله عليه بقولوا نرجع لنيته هل هو بيهدد ولا هو فعلا يطلق؟ إن كان بيهدد يبقى ده كفرة يمي إن كان يطلق فا يبقى ده طلاق وممن يأخذون برأي الأظهر هنا في مصر شيخ مصطفى العدو حفظه الله عليه بيرى أنه يرجع إلى نية هل نية تهديد؟ أو نيته يهدد؟ والله أعلى وأعلم